بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إخوة الإيمان عدنا والعود أحمد قلنا أن هذا الرجل الذي ذهب إلى سهول القيروان ذهب بجراره بمحراثه ببذره نقول له هل بحثت عن مكان طيب تنزل فيه الأمطار بغزارة وباستمرار تضمن فيه بقدرة الله يعني زرعا طيبا ومحصولا طيبا لما لا تذهب إلى سجنان إلى ماطر إلى بنزرت هذه السهول التي منحها الله سبحانه وتعالى خيرا عميما من قطره فهو يقول نسأل الله أن يبارك فنقول هنا يتمنى أما الرجاء هو أن أذهب إلى أرض طيبة خيرة معطاء أحرثها أبذرها ثم أنتظر رحمة الله وخير الله وبركة الله نقول هنا إذا أخذت بكل الأسباب التي توصل إلى النجاح فهذا هو الرجاء إذا أخذنا معلومة ما هو الفرق بين الحمق وبين التمني وبين الرجاء لذلك قيل للحسن رضي الله عنه وأرضاه قالوا يا سيدنا الحسن قوم يقولون نرجو الله ويضيعون العمل فقال هيهات هيهات تلك أمانيهم من رجى شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه شبت ما أجمل هذا الحديث قال بعضهم إن الذي يرجو الولد ولم يتزوج فهو معتوه لأنك ترجو الولد الولد من أن يأتي من الزواج إذن إن الذي يرجو الولد ولم يتزوج فهو معتوه فكذلك من رجى رحمة الله ولم يعمل صالحا ولم يترك المعاصي فهو مغرور إذن علينا أن نصل إلى معرفة ماذا متى يكون الرجاء محمودة قال ساداتنا العلماء في حق العاصي الغارق في آثامه إذا خطرت له التوبة عاص غارق في آثامه وفي فسقه وفي فجوره في يوم من الأيام شعر بالندم ووقف بباب الديان يقول له يا رب كثرت آثامي كثرت ذنوب وقلت حسناتي وقفت ببابك يأتي الشيطان فيقنطه ما معنى يقنطه ماذا يقول له أن لك أن تتوب وكيف يقبل الله توبتك وأنت قد ملئت آثاما وفجورا يريد أن يقنطه وييأسه من رحمة الله سبحانه وتعالى هنا نجد قول الله سبحانه جميلا جدا يفتح له باب الأمال يفتح له باب الرحمة ماذا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتده أكثر من ذلك وقد سبق أن تحدثنا عن هذا في حديثنا عن التوبة أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمة هذه عظمة الإله الذي نعبده هذه عظمة الخالق الذي نرجو رحمته نرجو رحمته ونخاف ونحشى عذابه ما أكرمك ما أحلمك يا ربي على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما ألطفك بمن سألك عصيناك فسترتنا وجئناك فقبلتنا وسألناك فأكرمتنا فلك الحمد في الأولى والآخرة يا الله إذن عليك أيها المؤمن أن تعلم أنك إن عصيت فوقفت ببابه وجدته غفورا رحيمة بعض الأحيان أن تقصر أيها المؤمن عملك على أداء الفريضة ثم سبحان الله تربي نفسك على أن الله قد وعد الصالحين بخير عميم فترجو رحمة الله فيكون هذا بارقة أمل لك في أن تجحذ همتك وعزيمتك لتكثر الطاعة ولتنهل من معين الرحمة إذن إخوة الإيمان عندنا هنا رجاءان كيقول ساداتنا العلماء قول جميل جدا يقول الرجاء الأول يقمع القنوط المانع من التوبة ورحمة ربك خيرا مما يجمعون إذن الرجاء الأول يقمع ويزيل قنوط النفس من أنها تتوب وأن الله يقبل التوبة الرجاء الثاني يقول ساداتنا العلماء يقنع الفتور الذي لا يدفعك إلى النشاط وإلى الحيوية وهكذا تسرع إلى الله سبحانه وتعالى إذن عندنا ماذا؟ عندنا خوف وعندنا رجاء ويقول ساداتنا العلماء الخوف والرجاء قائدان يسوقانك ويبعثان فيك الحرص على العمل به العظم إخوة الإيمان السلف الصالح كان يبالغ في التقوى ويحذر من الشبهات والشهوات أما اليوم فالناس سبحان الله تراهم آمنين مسرورين غير خائفين مع أنهم غارقون في المعاصي والآثام ودائما يقولون إن الله غفور رحيم أين حالنا من حال أولئك؟ وأين وقفتنا من وقفة أولئك؟ ماذا؟ إخوة الإيمان إننا نعيش بين خوف ورجاء كما قلت ولذلك رب العزة يبشرنا بشارات رائعة جدا يقول فيها ولمن خاف مقام ربه جنتان ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد سبحانك يا الله لكن هناك بعض أوصاف المغترين نأخذ مثالا مثالين يكفي المثال الأول إخوة الإيمان هناك من حفظ العلوم الشرعية والعقلية لكنه أهمل تفقد جوارحه ولم يحفظها عن المعاصي واغتر بعلمه فمثله كمثل الحمار يحمل أسفار لم يفده علمه الذي اكتسبه من أن يرتقي به إلى درجة الصالحين ماذا فعلت بعلمك يا ابن آدم لذلك إخوة الإيمان أذكر نفسي وأذكر كل من تعلم هذه العلوم الشرعية عرفت الحلال والحرام عرفت الأمر والنهي عرفت الواجب والمباح ومع ذلك عصيت الله في ما لا يرضي واتبعت سبيل الشيطان أين علمك الذي بثته في صدرك يا ابن آدم أردت أن تكسب به مالا فكسبت وأن تترك أثرا في هذه الدنيا فتركت ولكنك لم تنل من رحمتي ومغفرتي وفضلي خرشت صفر اليدين من هذه الدنيا فكيف ستقابلني بعلمك الذي لم تعمل به هنا المشكلة إخوة الإيمان إذن الله سبحانه وتعالى يذكرهم فيقول مثل الذين حملوا التوراة ولم يحملوها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسفارا الأمر الثاني هناك إخوة الإيمان من درس العلم ولكنه واضب على الطاعات الظاهرة صام وصل ولكن سبحان الله وترك المعاصي لكنه لم يتفقد قلبه أين موقعك من الكبر من الحسد من الحقد من الضغينة من هذه الآثام القلبية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن ينقي ضمائرنا وأن يقوينا حتى نعبد الله كما أمر ونشكره كما أمر يكون هذا العلم الذي بثه في صدورنا طريقنا إلى الجنة نسأل الله سبحانه أن يزكي نفوسنا وأن يهذب هذه النفوس حتى تكون أهلا لطاعته وأهلا لمغفرته وأهلا لحبه وبالتالي ننجو بها في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة